أهلاً وسهلاً فيكم بحلقة جديدة من برنامج نور خانم على تلفزيون سوريا والتلفزيون العربي سنة سنة كاملة انتظرناها وما حكينا عليها كلمة ولا تعرضنا بحرف السيدة الأولى هالشي بسبب مرضى لأنه نحن لا من شيئنا ولا من أخلاقنا ولا من إنسانيتنا أنه نشمت بالمريض مع أنه في ناس قالت أنه هي بروباقندا إعلامية لحظة التعاطف العالمي بس نحن قلنا لأ مو صحيح الكلام يعني هي إنجلينا جولي بلتا شبيه مرت بنفس التجربة لكن لكم تحبون الأجانب ليش قررتوا أنكم تعلنوا عن المرض على المناء ومن أول جرعة يعني شو كان الهدف؟ شو كانت الرسالة؟ مو قلنا الرسالة هدفة شحد العواطف وجمع اللايكات شو قد تكون يعني بس فيه ناس قالت إن شو هالمرض المرفح هاد يعني شعراته هيك يطلعوا فجأة فصانا اللي لابسته بالمقابلة نفسه لابسته من سنتين وما تغير مقاسه وكيف يعني تعالجت كيماوي؟ وكل شهر كانت تطلع وتتفتلوا على فعاليات ومناسبات وروحات وجيات العلاجات العلاج الكيماوي عادة بيكون إلى آثار جانبية على المريض أهم قلة النشاط قلة الحركة بينما مع حضرتك النشاطات زادت ما قلت متل ما كان متوقع حتى في أحد الأطباء بمشفى اللي كنتوا عم بتعالجوا فيه قال إنه الجرعة اللي عم تاخديها أبداً مكيماوي بالعكس هي جرعة بيتامينات يعني حتى المزيعة نفسه شكلة ممصدقة مع هيك نحن نجاهلنا قصة إنه يكون مرضك مفبرك أو مصطنع لا سمح الله وإنه فعلاً حصلت لك معجزة معجزة مو بس شفائك السريء المعجزة وين شفيتي ليش المشفى العسكري؟ ليزا بعد 9 سنين حرب عم تسأليني ليش المشفى العسكري؟ هو تساؤل عم ينفرح بحقيقة أنا فخورة إنه تعالجت بمشفى عسكري هلأ لو كنا بدولة تاني غير سوريا كنا قلنا إيه ممكن مشفى العسكري أو الحكومي عادةً بيكون أفضل من المشافي الخاصة بس بسوريا مشفى العسكري منيح شوي تقيلة ممكن يا سيد أسماء تنزلي بتحكي روايتك هاي لأي سوري هيك نقي أي سوري شوفي إذا ممكن يصدق إنك تعالجت بالمشفى العسكري ولا لأ يا ستي بلى العسكري أي مشفى حكومي قبلاني ما بيحترموا هذا للعسكري ولا شيء يعني أنا رحت له نيقي وما عندي نحترام له هذا وإذا ما عندي بتعرفي حدا بيمشي موريك ما بتعرفي حدا ما بيمشي موريك وعند المدير بابه مسكر ما بيدخل حدا لعنده مدير المشفى؟ مدير المشفى أنا جربة تفوت لعنده السيقر تيرا ما كان تفوتني لعنده قال ممنوع تفوت لعند المدير الداخل مفقود والخارج مولود موسيقى 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 انت كمواطن راضي عم شفاة شرين الجامعي والله لكن هني بصراحة عم يحكوا عم يقولوا انه مسلخة شرين عناش خليل نحكي بصراحة يعني ايه لما بدو يكون عنا حالي عمي عم تشمل كل المشا في البلد كان بالشام كان هون كان بأي مشفاة كان كان بحلب لما عم يكون عنا حالي عمي فبطالي من الوزر ما خلوش في الدنيا غرف حصولي ده هلق ما بينت عالدي بقى شاكين بالزاي دي عالي مفوتيني لهون اجهزة معطلة منذ شهور واخرى لا تلبث ان تقوم بعملها حتى تعود مرة اخرى الى التوقف العالم كلها متشكي من هالخدمات وانما يفوتوا عكذا حالة مسمع فيها ما يأخذوا جرسومة بالمسفة عم يطلعوا مرضانين يعني ومشاكل عديدة لا يدفع ثمنها سوى ذاك المريد المسكين الذي ينتظر الفرج بقلونا روحوا بيعوا اراضي وتعالجوا بالاردن بصير هالحكي لا والله يا خيتي ما بصير لك ما ممكن حدا يتخيل انه هالناس المعتر اللي طلعت بالفيديو سيدة الياسمين اتنين اتون عم يتعالجوا بنفس المشفة هي فعلا معجزة معجزة انه اسمها الاسس شفية من السرطان بقلب المسلخ العسكري ايه ما في سوريا زاير المشافي الحكومية ممكن يصدقها الحكيم لكن الناس بالرشح بالرشح لا يمكن تتعالج بهيك مشافي كيف بالسرطان اذا بفوت الواحد معه فيروس بيطلع بعشرة لكن اللي بد يروح يسحب دم بالمشفة العسكري بيكتب بسيطه قبل ما يروح عملية انتحارية لانه يا سدتي وسدانة انك تعالجتي بالمشفة العسكري واعتبري حالك انتصرتي على المرض طبعا يعني فينا نقول الحمد لله على السلامة انتصرتي على مرض السرطان؟ الله يسلمي الحمد لله انا انتصرت على السرطان بالكامل والله هالسنة مرت على عيوننا على عيوننا سنة كاملة مو قادرانين نستلمك بكلمة لانك انت مريضة بس بما انك انتصرتي على المرض معناها رجعتين للسيدة الاولى السليم المعافاة يعني رجعتي زوجة مجرم الحرب هو شريك العمر كله والسرطان كان جحلة من العمر فأكيد هو كان معي فأنا كن بي لك أنا باعشك فأنا كن بي لك أنا باعشك يعني مع ترفي بشراكة المجرم شركته بالقتل شركته بالمجازر تدمير البلد وتشريد الشعب وتجويعهم فعلاً كنتي ونعمة الشريكة والداعمة لمجرم الحرب خطوة بخطوة وطالما قلت انك انتصرت على المرض لهيك خلص يعني قصة المرض هاي ما عادت تهمنا كتير سعدي بالا المحاسبة مثلك مثل زوجات ديكتاتوريين وقفوا بصف أزواجهم وامهات ديكتاتوريين كمان وقفوا بصف أولادهم سؤال راود الكتيرين من السوريين ليش كنتوا تستحبوا معاكم الأولاد بزيارتكم لبيوت الجرحة هل هي تعليم دوس هل هي اندماج هل هي مشاركة آلام أو ممكن تحضير الأدوار مستقبلية هيك قالوا بعض الناس هلأ بشكل طبيعي لازم كل عيلي تحضر أبناء لأدوار مستقبلية إذا ما حضرناهن كيف بدون يكونوا جاهزين لأيخدموا البلد ويردوا الجميع طبعاً كتير مهم الأدوار المستقبلية بكرة حفوظها بيكبر بيستلم الحكم عن أبوه بتقوم تضي ثورة بيروح بيبيدة بالكيماوي تطلع مرتب تمرض بالسرطان بيطعطف مع العالم وبينسوا المليون واحد اللي ماتوا ايوة نعمة تربية والله العيل اللي بتحضر أولادها للأدوار المستقبلية هي عيلة يا عمدة مزرعة يا مطبعة ورشة نجارة أي مصلحة بورتوها للأولاد بس مور رئاسة يعني بعلمي سوريا جمهورية ولا خلص عزمانكم صارت مملكة وأنا بالنسبة لإلي برأيي شخصي أهم عنوان لازم نعرف أولادنا عليه هو عنوان التطحيل الشهيد الشهيد نموذج للتطحيل ما منسمع عنه ما منفتخر فيه ما نعيش بفضل تطحيته ما نعتز بأهله بس هو نفسه ما منشوفه أما الجريع هو مثال حي للتطحيل طبعا الشهيد ما رح تشوفي يعني هو فعليا ميت من الطبيعي إنك ما تشوفيه الشهيد تبعكن ما مات في سبيل الوطن مات في سبيل حماية كرسي جوزي ألاف السوريين ماتوا ملايين تشردوا والسبب كمان كرسي جوزي دخلك الجريح يعني شو قدمتي له حضرتك؟ ساعة حيط وسحارة بردقان؟ ولا بقرة وعنزة؟ ولا رخصت خطوط الإنترنت كرماله؟ أصدر السيد رئيس بشار لسد مرسوما يقضي بإعفاء الشهداء والمصابين بعجز كليا بنسبة 80% فما فوق من الديون المترتبة بذمتهم من قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة بما لا يزيد على مليون ليرة سورية هاي هي مراسيم زوجك ومكافآتها للشهداء والمصابين لأ وجاية حضرتك تتبجحي علينا بتقليلنا أنك تعالجتي بالمشفى العسكري على أساس بتلك مثل الشام طيب خلينا أحكي لك عن وضع المشافي بمناطق من سوريا اللي ما بتعرفية خلال فترة الثورة أصدر الحرب الكونية عجوزك هذا مشفى سفية يشوفوا ألا هلأ هنا الحديد أصفوا ليش؟ لأنني عالج أطفال الجرحة الأكثر الجرحة هم من الأقفال النساء هو قصفهم لأنه تعالجوا بهذا المشفى حرستها ثلاثة سبعة 2013 احتراق مبنى مشفى حرست الوطني الله أكبر عليك يا ظالم هذا ظالم ابن ظالم شوف ظالم ابن ظالم مشفى الجرحة قصفوا هذا ما خلفه القصف الامجي على أحد المشافى في مدينة دومة المشفى الوطني في المدينة الآن الهثورة يتحسن الاسمتع الهاتف يتحسن ثم مقصود من البلد كبير ساعت روسيا واما سيريا أسرع في القصف محل يعتبر وانتنى أكثر أسرع أصدر بسرع بما هلأ هذه المشافى التي أصفها زوجك هذه المشافى كان فيها آلاف الناس اللي عندهم قصص بحياتهم وعندهم شركاء عمر حقيقيين وعندهم أولاد بدهم يربوهم هادول مو أرقاب هادول مو أرقاب لكن كان في ردود سلبية شماتي أسوأ للسعر حتى في بعض الناس قالت خلوها الدوق اللي دواء زوجها للناس تقابيتي؟ هلأ اللي باع أرضه وطرابه ووطنه اللي حمل السلاح ضد أخوه السوري بأوامر من غريب اللي ما ترك مبيقة ما ارتكبت تجاه أهل بلدنا وطراب البلد فبرأيك بيكون هو ترك محل الأخلاف السؤال بيجاوب نفسه هلأ هذا السؤال بالذات عجبني لأنه مو معقول الموزيعة هيك مننا لحالة تجي تسأل هذا السؤال إلا إذا كانت أسماء الأسد هي اللي حطة الأسئلة وهي اللي عم جاوب عليها بس الجواب ولا أوقح من هيك لأنه هي ما نفت التهمي عن جوزا وبعنى جوابه أنه إذا هالعالم وقفوا بيوش جوزي وحملوا سلاح بيوشه فإيه؟ بيستاهلوا يدوقوا الموت بيستاهلوا ينقصفوا بالكيماوي وتتهدم بيوتهم وأحياءهم بالبراميل بيستاهلوا يموتوا يتشردوا يتعذبوا بالمعتقلات وأهلهم ما يعرفوا عنهم شي بيستاهلوا يشوفوا الموت والأهر باليوم ألف مرة ولا يقولوا لأ لجوزك ولو مرة طالعونا فاصل لحظة لحظة قبل الفاصل قبل الفاصل تقول لهم في سؤال تاني عجبني شكراً لأستدافتنا وشكراً كونك ضيفة التلفزيون السوري لأول مرة بس خاطر لي آخر سؤال ليش اخترتي شاشتنا الوطنية اللي تطلي عليها بهذا التويل؟ ليزا على أي شاشة ممكن أطلع ليش؟ لأنه ما في غير الفضائية السورية هي اللي بتقبل تاخد السؤال والجواب نضيف نفسه